تستمر الحرب الإعلامية بين السعودية والدول الثلاث المقاطعة من جهة وقطر من جهة أخرى هذه الحرب الإعلامية تزامنت مع استمرار الحرب الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي قطر نهاية اللعبة عنوان رئيسي تصدر نشرة أخبار قناة أبوظبي التي أشارت إلى أن الحملة الدولية لمناهضة تمويل قطر للإرهاب تمتد إلى أكثر من دولة أوروبية وأشارت إلى كلام وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الذي اشترط وقف دعم الدوحة للإرهاب لتجاوز الأزمة الراهنة أدى دعم قطر للإرهاب إلى سقوط كثيرا من الضحايا الأبرياء وإشاعة الفوضى والدمار في أكثر من بلد عربي قطع العلاقات كان العنوان الأبرز في قناة العربية التي لفتت في تقرير لها إلى كلام وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد الذي أكد ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على قطر شدد العواد على أن السعودية تسعى لتصحيح خطأ القيادة القطرية العميق الجذور نظرا لما خلقته من مناخ سلبي من خلال لعبة التخريب والتواطئ مع التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش بدورها لفتت قناة سكاي نيوز إلى تجديد الدول الداعية إلى مقاطعة الإرهاب مطالبها الموجهة إلى الحكومة القطرية وأشارت إلى أن هذا التفكير بالموقف يأتي في وقت تواصل فيه قطر عنادها مؤكدة في تقارير لها دعم قطر للإرهاب في مناطق عدة أبرزها ليبيا قطر ماضية في سياساتها المزعزعة للاستقرار متنكرة للمطالب العربية علما أن الدلائل بيّنت دعمها التنظيمات المتطرفة في مناطق عدة دعم وثق في ليبيا في دلائل كشف عنها الناطق باسم الجيش الوطني الليبي في المقابل صلتت قناة الجزيرة الضوء على وثائق حصلت عليها تكشف عن طلب مصري في مجلس الأمن بعدم إدراج فروع لتنظيم داعش ضمن قائمة عقوبات دولية في وثائق حصلت عليها الجزيرة تبين أن الولايات المتحدة كانت قد تقدمت بطلب للجنة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية لضم أفرع هذا التنظيم في المناطق الأربع المذكورة إلى لائحة العقوبات غير أن رسالة اعتراض مصرية حالت دون ذلك افتراضيا أطلق المغاردون هاشتاك بعنوان انتهاكات قطر لاتفاق الرياض وهاشتاك آخر تميم توقيعك يدينك في المقابل استخدم ناشطون عددا من الهاشتاك لدعم قطر مثل قطر ليست وحدها وقطر ترسم الابتسامة ترجمة نانسي قنقر